سماء مقدشة ملبدة بغيوم الانفجارات سيارة مفخخة تستهدف رطلا للقوات الصومالية بالقرب من مطار مقدشة الدولي مخلفة وراءها قتلى وجرحى وأضرارا طالت سيارات المدنيين قوات الأمن التابعة لجهاز الاستخبارات التي استهدفت في الهجوم طوقت مكان الحادث وقال المتحدث باسم وزارة الأمن إن الانفجار وقع بعد مطاردة للسيارة بعد الاجتباه بها تعلمون أن الإجراءات الأمنية في العاصمة اليوم كانت مشددة تلقينا معلومات بوجود سيارة مفخخة والأجهزة الأمنية كانت تتعقبها كما ترون الانفجار وقع هنا بعد أن رأى أننا طوقناه من كل الاتجاهات نأسف على المدنيين الذين سقطوا ونحمد الله على محدود يده رواية حركة الشباب المجاهدين جاءت مناقضة حيث أكد مسؤول في مكتبها الإعلامي أنه مستهدف قوات تابعة لجهاز الاستخبارات وقتلوا سبعة عسكريين بينهم ضابط مؤكدا استمرار المواجهات مع من سماهم بعملاء أمريكا في الصومال وبعيدا عن روايات المتناقضة وتفسير كل طرف لما حدث فإن الهجوم يثير من جديد الجدل القائمة حول جاهزية قوات الأمن الصومالية وقدرتها في التعامل مع تكتيكات المتغيرة لحركة الشباب فبعد تراجع المواجهات المباشرة داخل العاصمة أضحت التفجيرات والاغتيالات أسلوب الحركة الجديد وبات معها تعامل الأجهزة الأمنية مرتبكا في كثير من الأحيان برأي عدد من المراقبين ضعف التمويل وتدريب عاملان يعتقد كثير من المراقبين أنهما قد تعثر أداء الأجهزة الأمنية الصومالية في استعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة شامع نور الجزيرة مقدشو سماء مقدشو مربدة بغيوم الانفجارات سيارة مفخخة تستهدف رتلا للقوات الصومالية بالقرب من مطار مقدش الدولي مخلفة وراءها قتلى وجرحى وأضرارا طالت سيارات المدنيين قوات الأمن التابعة لجهاز الاستخبارات التي استهدفت في الهجوم طوقت مكان الحادث وقال المتحدث باسم وزارة الأمن إن الانفجار وقع بعد مطاردة لسيارة بعد الاجتباه بها تعلمون أن الإجراءات الأمنية في العاصمة اليوم كانت مشددة تلقينا معلومات بوجود سيارة مفخخة والأجهزة الأمنية كانت تتعقبها كما ترون الانفجار وقع هنا بعد أن رأى أننا طوقناه من كل الاتجاهات نأسف على المدنيين الذين سقطوا ونحمد الله على محدود يده رواية حركة الشباب المجاهدين جاءت مناقضة حيث أكد مسؤول في مكتبها الإعلامي أنهم استهدفوا قوات تابعة لجهاز الاستخبارات وقتلوا سبعة عسكريين بينهم ضابط مؤكداً استمرار المواجهات مع من سماهم بعملاء أمريكا في الصومال وبعيداً عن الروايات المتناقضة وتفسير كل طرف لما حدث فإن الهجوم يثير من جديد الجدل القائم حول جاهزية قوات الأمن الصومالية وقدرتها في التعامل مع تكتيكات المتغيرة لحركة الشباب فبعد تراجع المواجهات المباشرة داخل العاصمة أضحت التفجيرات والاغتيالات أسلوب الحركة الجديد وبات معها تعامل الأجهزة الأمنية مرتبكاً في كثير من الأحيان برأي عدد من المراقبين